السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اخواني اخواتي مع قناة حوريا توب انتم على قناة حوريا نختلم الفرصة ونرحب بمندخل معنا من جديد ونضم للقناة نقول لكم اهلا وسهلا ونرحب كذلك باخواني واخواتي الاوفية اللي ديما معنا نقول لكم مرحبا بكم في هذه الفيديو اخواني اخواتي رايحة نعطيكم عدة اخبار يعني وعدة معلومات مهمة حاولوا تتابعوا الفيديو للاخر باش متراضيوش حتى معلومة واللي مش مشتركين نطلب منكم فضلا وليس امرا اشتركوا بالقناة هكذا باش يوصلوكم كل الفيديوهات جديدة اللي نحطهم على القناة توصلكم لانوتيفيكاسيون التاحة وهكذا مظلوش تحوسوا المعلومة يلا هنبدأوا على بركة الله اول معلومة هو خبر من منشور من الجغفغي الشركة الوطنية للنقل البحري الجغفغي وثاني خبر هو بيان من وزارة النقل اللي صدروا وزير النقل البارحة على شرة عليل راح نتعرف عليه يعني مفرح للجالية الجزائرية تعنا الموجودة بالخارج نروح مباشرة للنقطة الاولى كيما انشرت لكم فيديو امس ووضحت لكم على اخواننا اللي في اسبانيا الجغفغي خرجت منشور ابتداء من 21 الرحلت اللي راح تبدأ يفوتوا عن الادوان والادوان تاع اسبانيا راني نحكي عن رحلتلي من اسبانيا الوهران من اليكنت الوهران الادوان هاذو راح ينفتشو لكم الامتعة تاعكم يعني لامرشانديز تاعكم وثم اللي يشوفوا السلعة اللي تفوت ولي ما تفوتش اللي تفوت راحين يعطيوكم عليها وثيقة يعني وثيقة باش تقدروا وتفوتوها للجزائر اما اللي ما تفوتش راحي اللي ما يعطيوكمش عليها منشور ولا تعليمة ولا وثيقة هذه السلعة راح ترجع وتبقى ثم في اسبانيا ماذا بيكم تبرتجو هاذا المعلومة لأقوى يعني الشعب التاعنا اللي راهوا في اسبانيا باش يعرف المعلومة باش يعرف وش يدي معاه ووش ما يديش هكذا باش يفيتيو المشاكل والبزنسة والمغشينواغ يعني هما يهدروا على الناس تسحاب الكابة اخواني اخواتي خيطي عارفوهم سحاب الكابة اللي ما الفين يديروا ولا ترباندو ويديروا يخدموا للتجارة بين اسبانيا والجزائر ولا بين فرنسا والجزائر ولا اي دولة اخرى اه وهذا ما راح يسهل للادوان تاعنا في الجزائر يعني ويسهل للجالية الجزائرية تاعنا باش ما تبقاش تستنى بالزيف في البور كيوصلوا للجزائر الوهران باش ما يبقاش يستنوا بالزيف في سهل على الادوان خدمة تاحهم يعني حجوا حاجة فالا كانين اللي راهم كونتون بهذا الخبر لكن كان بعض الناس اللي صحاب الكابة اصلا هما اللي ما راهمش فرحانين بهذا التعليم وبهذا المنشور من القوانين جيت هكذا معنا ما نديروا فالا بالنسبة للنقطة الثانية وهي بيان من وزارة النقل البارح خرجها سيد وزير النقل راح نقرأ لكم البيان في ما يخص الرحلات بين اسبانيا والجزائر دائما منسوش خاوتنا اللي في اسبانيا اللي راهم عندهم ياماتوا هما يعانيوا في البور واللي ما لقوش اللي عندهم تذاكر مفتوحة ما خلوهم شي طلعوا في الباتو واللي عندهم كذلك تذاكر يعني قديمة ومفتوحة يعني اللي بيي اوفا هنا وزير النقل خرج لكم بيان وقال لكم راح يزيد رحلة يوم 21 جويليا اللي يطيح يوم الخاميس 2021 راح يزيد هذا الرحلة على خط آليكونت الوهران على معالمة السفينة التاسيلي 2 راح ينقرأ لكم البيان إخواني أخواتي باش تفهمهم ليه يلك في إيطار التكفل بالمواطنين العاليقين بمدينة أليكونت الإسبانية والحائزين على تذاكر سفر مفتوحة يعني اللي عندهم تذاكر دي بيي اوفا تعلن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برمجة رحلة بحرية إضافية استثنائية على متن السفينة التاسيلي 2 على خط آليكونت وهران وذلك تكون هذه الرحلة يوم الخاميس 21 جوليا 2022 وعليه يطلق من المواطنين الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة التقرب من مصالح المؤسسة بأليكونت من أجل التسجيل على قائمة السفر كما يمكن لباقي المواطنين ممن يعنيهم الأمر وفي حدود الأماكن المتوفرة اقتناء تذاكر للسفر على نفس هذه الرحلة يعني بالعربية الدرجة باش تفهموني كاملين وزارة النقل والمؤسسة الوطنية للنقل البحري خصت رحلة استثنائية رحلة يوم 21 جوليا 2022 على خط أليكونتي وهران هذه الرحلة راح ينخصوها للناس اللي عندهم تذاكر مفتوحة يعني عندهم تذاكر قديمة ومفتوحة وما قدروش يروحوا هذه الرحلة راح مخصصة لهم كذلك قل لكم وزير النقل يعني بالنسبة للناس اللي يعنيهم الأمر اللي يحبوا يروحوا البلاد ولقوا بلايس ولقوا تذاكر على متن هذه الرحلة الخاصة يقدرو يروحوا تاني في هذا الرحلة بتاع 21 جوليا كذلك وبالمناسبة إخواني أخواتي يقال لكم وزير النقل والمؤسسة الوطنية للنقل البحري الناس اللي عندهم هذا التذاكر المفتوحة وحبين يدخلوا البلاد على متن هذه الرحلة يتقدموا للمؤسسة الشركة الجريفغي بألي كونتي باش يسجلوا رواحهم في قائمة راح يديروا إنليست يسجلوكم فيها تروحوا تسجلوا فيها باش تقدروا تركبوا في هذه الرحلة كذلك المواطنين اللي حابين يروحوا ويلقوا تذاكر يعني إذا كانوا لقيتوا تذاكر على متن هذه الرحلة تعتاصلتني تقدروا تروحوا تسجلوا ثاني معهم وتدخلوا معهم يعني ولكن إخواني أخواتي بالنسبة للباقاج راني حكيت لكم للباقاج عندكم غر زوج كابيت ولزم تفوتوهم على دوان تاع إسبانيا باش يعطيوكم الموافقة تقدروا تفوتوهم للجزائر ديروا بالكم إخواني أخواتي ما تاخدوش للباقاج بزف وتاخدوغي للباقاج اللي يخصكم يعني ما تاخدوش للحواج باريكزمبل اللي بيس دي تاشي والحواج اللي موتور ولا هادورا هما يخليوكم ش تفوتوهم فالا إخواني أخواتي هذه هي المعلومات اللي حبيت نبارتجيها معاكم كينا معلومة أخرى إخواني أخواتي الخطوط الجوية الجزائية راهي ديرا دي بخومو ما بين ليون والجزائر من خمسة جولية حتين خمسة وعشرين جولية ديرتها ب 180 أورو يعني بخومو هاي لا يعني بري غيزونابل نتمنى منكم إن شاء الله تتقدموا للتطبيق ولا موقع الجوية الجزائرية وتتقضوا البيتات فلا هذه المعلومات لحد الساعة المعلومات الحصرية والرسمية ماذا بيكم تبارتجيوها مع أحبابكم وصحابكم وما تنساوش تخليوا لي أي سؤال خليوا في التعليقات يعني تعليقات يكونوا بناءة بيش هكذا نحسنوا من مستوى القناة ومن محتوىها نقلكم قاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة